انا الراهب الكوموس بوترس الامبابولا وسبق لضعفي ان انا اتشرفت بالتسجيل عند شبكة الاقين وترسلت معهم عبر النت بس ما وفقتش ان انا احصل على اللي انا اعوزه لكن طبعا بيشرفني انه كنتم معانا هنا في مقر الدير ونسجل تقريبا للقاء التاني او التالت اهلا بيكم في اي وقت شرفتونا كنا عايزين بس رؤية حضرتك على الانتخابات الدائرة في المرحلة الاولى وبعد كده هنتكلم في المرحلة التانية بعد ازا ما فيش شك العملية الانتخابية عرص مصري ديمقراطي بكل ما تحمل الكلمة من معنى والعرص ده اللي صنعوا المصريين ما صنعتهش اللجنة العليا للانتخابات صنعوا المصريين لما ادركوا ان صوتهم هيكون له قيمة اه لكن ليه تحفظات اه كنت اتمنى ان تكون العملية الانتخابية نظيفة مائة في المائة ولكن ما نقدرش نقول بملء الفم ان هي كانت نظيفة مائة في المائة ليه؟ لاني انا عن نفس اللي ما رحت انتخبتي في الدائرة بتاعتي اه شفت بعانايا اه اه فين حضرت اه كاتل اه اه في قصر النيل كنت بننتخب في اللجنة اللي هي عند بستاني الدكة شفت مصلحة الكيميا ولا ايه حاجة ده كده يعني شفت بعانايا مسألة للأسف بها الاسوات او شرها الاسوات صالح مين؟ للاخوان طبعا للطيار الديني اه ما افتكارش حد من الليبراليين اشترق اسوات اه سامحوني على صراحتي انا يعني بكامل احترام ليكم لكن اه لما بقسأل لازم تكون الاجابة شفافة اه كانت صالح الاخوان شرها الاسوات طبعا سجلت برضو انا مخالفة وانا بنتخب ان كانوا بيقولوا فيه صمت دعائي للمرشحين كلام ده ما حصلش الدعاية كانت شغالة الدعاية كانت شغالة لغاية اخر لحظة وحتى في مكان اللجنة ذاتها واعتراضنا لادا القادي والسيد القادي قال انا مش هقدر اقوم بدوري برا اللجنة الدور اللي برا اللجنة منوت به للشرطة وجوه اللجنة مع الجيش فسكتنا قادلنا باصواتنا وانصرفنا بسلام يعني اه برضو عاوز اسجل اول حاجة لو ما كانش فيه اه شراع الاسوات ولو ما كانش فيه استغلال لحالة الفكر المضجع اه للناس اللي موجودة في مصر اه بكل محافظتها انا واسق ثقة مطلقة ما كانوش الا الاخوان ولا السلافين يحصلوا على النسبة دي اه ولكن ده ما يمنعش ان الانتخابات المرادة نقدر نقول اه ما كانش فيها التزوير المباشر ولكن كان فيها التزوير الغير المباشر نظرا للتضليل في الدعايات الانتخابية اه ما قبل واثناء وما بعد نتمنى في المرحلة التانية ان الجهات العليا المنود بيها حماية الانتخابات اه يضمنوننا الصمت الدعائي ويدمنون لنا عدم بيع الاصوات وعدم توزيع اكياس اللحم والخضار والفراخ والكلام اللي احنا سمعنا عنه ده عشان تبقى الانتخابات شفافة مية في المية وكل واحد ياخد حق لكن انا فرحان بصراح انا فرحان جدا جدا بالانتخابات المرادة ولعلمكم احنا خرجنا ننتخب كرهبان يعني ولأول مرة تحدث لما دخلنا لجنة وكنا 15 راهب في لجنة واحدة ومعنا 15 راهبة من الاجباط الكاتوليك يعني كان مجموعنا من الرهبان فقط حوالي 30 ما بين راهب ورهبة والكل طبعا كان فرحان ومبسوط بالمنظر ده ان الرجال الدين المسيحيين وطبعا رجال الدين الاسلاميين كانوا مشاركين في العملية الانتخابية دي وانا في اعتقادي ان المرحلة التانية وثالثة هتكون ان ما كانش هتكون بنفس القوة هتكون اقوى في اعتقادي بالذات لو الجماعة اللي هما منوت بيهم حماية الانتخابات يقدروا يسيطروا على الموقف كائسة والناس هتتشجع اكتر من وجهة نظر حضرتك دلوقتي الاخوان سيطروا والسلفين فمن وجهة نظر الاقباط هل يؤيدونا الاخوان ام يؤيدونا السلفين لا هذا ولا ذاك ما انه يعني اصبح شبه واقع لا ما بقاش واقع لسه لا انتو ديكم كرائتكم واحدة لين كرائتنا لا انا بكلم على الكل الصحف وكل المتابع ما بقاش واقع لسه 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 في الجعبة في كتير والاسرار لسه كتير احنا ما حدا شير السيارة فيقول ده واقع ولكن لو حدث وهم اخدوا اغلبية هتكون المعارضة قوية جدا جدا واحنا ومعانا الاحباء المستنرين من اخواتنا المسلمين مصممين على عدم المساز بالحريات الشخصية لو الاخوان وصلوا للحكم وعملوا ذا ما عمل حصل في تونس وحصل في المغرب مثلا والتزموا بالعقل اهلا وسهلا ما التزموش مدان التحرير موجود لكن مفيش حاجة اسمها انفذ اجندة خاصة على الشعب المصري احنا كلنا جاهزين بالمعارضة السلمية القوية جدا لا مساز بالحريات الشخصية لا في بيوت الناس ولا خارج بيوت الناس احنا بنتعامل على مستوى سياسي فقط قلنا من الاول كده مناش داخل بالدين هم عاوزين يقحموا الدين دي حكا تخصوهم وهم احنا مش هنقحم الدين ولا هناخد بالدين في السياسة ان كانوا هما وصلوا عن طريق الدين نظرا للفقراء مصر وجهلهم دي حاجة ترجع ليهم هما لكن عاوز اقول حاجة برضي لو سمحت لي في قراءة انا بقراها يعني مثلا من حقيق اسأل السؤال ده وان كنت عندي الاجابة في مصر الجديدة نجح عمر حمزاوي في مدينة ناصر نجح مصطفى النجار وهم ينتمون الى الطيار الليبراري ليه؟ واضح الاجابة واضحة التركيز التركيز في الحصول على الاغلبية للفئة اللي هي نقدر نقول مش متعلمة كويس وخاصة الجماعة الفؤرة في البلد لاني هقولك انا حاجة معلش انت لما تمشي في الشارع واخد واحد من اللي هما كانوا متسولين في مواقف الاشارات بتاعة العربيات عشان يحصل على جنيه من كل قائد عربية لما اجيه انا اجي له اقوله هدي لك مئتين جنيه وتعال انتخبني هيروح هيروح اذا دي الاغلبية اللي هما حصلت لقد دلوقتي للاخوان بالذات اغلبية مش شفافة لاني انا بقول تاني بملء الفم لو ما سمحش للاخوان او للطيار الدين ان هو يوزع الاكياث بتاعة اللحمة والفراخ كهدية او بنصف التمن ولو ما سمحش اليوم ان هما يشتروا الاصوات ابدا ما كنوش هحصلوا على العدد ده وبعدين المفاجأة اللي حصلانة في الانتخابات الطيار الليبراري اللي حقك نجاح لبأس بيه وهم برضو احزاب جديدة فدول الامل اللي احنا يعني بنشوفه كوجه مشرك لمصر في الغد القريب فمن مصلحة الاخوان او من مصلحة الطيار الديني بصفة عامة لو وصلوا للاغلبية في البرلمان ما لهمش دعوا بالدين اذا رؤيتكم اذا رؤيتكم تعيدون النموذج التونسي الليبرالي احنا نتمنى في مصر كمان مش تونس بس نتمنى في مصر الليبرارية المطلقة ليه لاني انا رجل دي مسيحة هو ولكن لو حد من المسيحيين تزعم حزب سياسي انا سقطوا ولعلمكم احنا ما رحنا انتخبنا كرهبان انتخبنا كل اللي انتخبناهم مسلمين بس ما عتادلين ينتمون الى الطيار الليبراري مسلمين كان من ضمنهم محمد حامد اللي هو نجح في اصر النيل والاخ التاني تقريبا ما كانش له حظ نجح الاخ اللي هما كان رمزه الموتوسيكل والتاني رمزه كان بوكيل ورد باكتاع بوكيل ورد هو لسقط ولا نجح كان رمزه الموتوسيكل اللي هو محمد حامد اللي هو في اخره واسمه شاهين تقريبا حاجة ده كده مش الاقباط اللي انتخبوه بس لا اغلب المسلمين بتاعت الدايرة انتخبوه ولا ما كانش نجح لان العدد الاقباط اللي موجوده في الدايرة هنا ما ينجحش واحد ده وضع طبيعي مهما كان بعضو اقلية الاقباط مش هتنجح واحد لكن احنا من الاول خالص قلنا كده ان احنا هنمدي ايدينا لكل واحد معتدل سواء كان مسلم ولا يبطي وبالاخص مسلم وبالاخص مسلم لان احنا بصراحة احنا بنحترم الاغلبية المسلمة في البلد وبنحترمها بمنطق سليم على ان احنا نشتغل على مستوى سياسة فقط مناش داخل بالدين الدين هيفشل العملية السياسية ومش هننجح لو تمسكنا بالدين في المرحلة اللي جاية انا في اعتقادي الميدان هيبقى قوامه تقريبا اشرين تلاتين مليون شاب في اعتقادي كده وهيتجمعه في اقرب فرصة ممكن لو الاخوان اسكية لو الاخوان اسكية يعني لو وصلوا الحكم يغدوا النظر تماما على مسألة الدين ويتعاملوا كمواطنين مصريين يبقى كده هم برضو الى حد ما كذبوا لكن ما افتكرش هم هيقدروا يعملوا كده ليه؟ لان من قبل وجهة نظري انا الدين بالنسبة لهم هي الوصول لدايمومة الحكم مش لحكم مؤقت لدايمومة حكم لان انا لما حكم بالدين زي ولاية الفقه في ايران هعرف اتحكم فيه كويس هقولك ده لأ او دقاه ومن غير ما تعرضني ولا تناكشني فالتمسك بالدين من جهة الطيارات الدينية مش تمسك عبسي هم عارفين بيعملوا ايه؟ هم عارفين بيعملوا ايه؟ عارفين ان اسهل وسيلة لوصول الحكم هو الدين واسهل وسيلة للاستمرار في الحكم برضو هو الدين في حديث